رغم برودة التقس وتساقط الأمطار الغزيرة والثلوج في أنحاء مصر إلى أن موجة التقس السيء هذا لم تمنع التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين من النزول إلى الشارع للتظاهر احتجاجاً على ما يصفونه باختطاف الشرعية وتقويد دعائم الديمقراطية في مصر بعد إزاحة حكم الإخوان المسلمين ملناش أي مطالب إلا الشرعية خمس استحقاقات أنا نزلت ووفت في الطبور خمس ساعات ونزلت في الدستور ونزلت في انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى ونزلت في كل الاستحقاقات الانتخابية أنا عاوز صوتي احترمه أنا نازل عشان احترم صوتي الحرية والشرعية ترجع إحنا ما اعتدناش على حد إحنا بيعتذع علينا وبنتضرب مشينا معاهم في مشوارة ديمقراطية خمس ست طابير نقافهم بالساعات والآخر ييجي واحد ملوش لازمة بردبة ولا من غير ردبة يلخك إرادة الشعب كله قوة الامن المصرية فرقت معظم المسيرات الاحتجاجية المحدودة لمؤيد جماعة الإخوان المسلمين في مختلف أنحاء البلاد في وقت رفعت فيه السلطات حالة التآهب الامن القصوى في عقب التفجير الذي طال معسقرا للأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية مساء الخميس وأصفر عن سقوط قتلى وعشرة الجرحة هجوم أدنه رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي وأكد قدرة الجيش والشرطة على استئصال ما وصفه بالإرهاب فيما يرى مراقبون أن تظاهرات الإخوان المستمرة تهدف لتعطيل خارطة الطريق وإرباك المشهد المصري لإحراج الحكومة المؤقتة التفجيرات في الوقت غير مناسبة التي راح ضحيتها أحد الجنود ثم التظاهرات المستمرة في الجامعات والإصرار على أن يكون كل يوم جمعة فيه تظاهرات هو محاولة واضحة من جامعة الإخوان المسلمين لأن التحقيقات أثبتت ذلك في التفجيرات الأخيرة لتعطيل خارطة الطريق والتأثير على مضي الحكومة في الإعلان عن موعد الاستفتاء وتمرير الدستور وشهدت محافظة الفيوم إحدى معاقل الإخوان المسلمين اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن أصفرت عن وقوع إصابات في صفوف الجانبين كما وقعت مناوشات في محافظات أخرى ومنها القاهرة والجيزة في وقت تسعى فيه السلطات الانتقالية إلى إحكام سيطرتها على موجات الاحتجاجات في البلاد من أجل تنفيذ خارطة المستقبل التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز يوليو الماضي هنا في ضحية المعادب القاهرة مرت مسيرة محدودة لتحالف الوطنيين دعم شرعية للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين مسيرة محدودة يقول منظمها إن أعدادها تراجعت بفعل موجة التقص السيء في وقت تستعد فيه البلاد بعد ساعات للإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور المعدل مسلم قنديل الحرة القاهرة